السلام عليكم. اه الاسبوع اللي فات اه اتكلمنا عن المشاركين في السوق. اتكلمنا عن او المشتريين اللي هما بيدفعوا الاسعار الى الاعلى. اتكلمنا عن او البائعين اللي هما اه بيبيعوا وبالبيع بتاعهم بيدفعوا الاسعار الى الاسفل. اتكلمنا كمان على الانديسايدد تريدرز اللي هما لسه ما قرروش ازا كان هيكونوا مشتريين ولا هيكونوا بيعين ولكن بوجودهم اه كتريدرز لسه مش مقررين هيشتروا ولا هيبيعوا بيشكلوا اه اه ضغط على المشتري والبيع اللي هو موجود في السوق حاليا عشان اه يقرر ويتصرف اسرع. اه تعالى نرسم تاني اه مع بعض افترضنا ان احنا عندنا سهم او سلعة او عملة اسمها اكس واي زد. اه لهذه العملة في ستريم وفي عندنا هنا الباد او الطلب. وعندنا هنا الاسك او العرض. اه قلنا اه عندنا نفترض ان احنا عندنا اول اول بيد حد عايز يشتري الف سهم على اه حداشر اه دولار وقصاده الناحية التانية في بياه عايز يبيع اه برضو الف سهم على اتناشر دولار. اه المشترين بيشتروا لاسباب كتيرة ولكن اهم شيء المشترين بيشتروا على اه عليه السهم او السلعة ان هما متوقعين ان السعر ده يطلع لاي سبب من الاسباب هيكت عندهم. على الجانب الاخر البيع بيبيع عنده اسباب كتيرة للبيع بتاعته ولكن اهمهم ان هو متوقع ان او او نتيجة النهائية لقرار البيع بتاعه ان هو متوقع ان الاسعار هتنخفض. طيب اه مين فيهم اللي صح ومين فيهم اللي غلط يعني لو السعر نزل بمعنى كده ان البايع او السيلر هو اللي كان صح. طيب لو السعر طلع معنى كده ان المشتري او البول او الباير هو اللي كان هو اللي كان صح. بس في الواقع احنا ما يهمناش اوي اه 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 مين صح فيهم دلوقتي ومين غلط. عشان في الاخر هو المستقبل هو اللي حيقول لنا مين الصح ومين غلط. ولكن المهم هنا ايه? المهم هنا هي ان السعر السعر اللي بيتخلق هنا هو عبارة عن تجمع الاراء كلها بتاعت كل المتعاملين في السوق ازا كانوا مشتريين ولا بيعين ولا اه حتى غير مقررين. في اي وقت من الوقات بتتنفذ اه اه تريد على السهم. السعر بتاعت ده اه 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 اجمع الاراء بتاعت كل الناس ايان ايان كانت اراءهم ايان مكان هم موجودين فين هي ان كان نحهم مشترين بيعين ده تجمع على رأى بتاعهم اجتمعوا ان السعر بتاع هذه العملة او هذا السهم او هذه السلعة في هذا الوقت هو كده يعني نفترض هنا مثلا ان البيع والله يشايف ان هو انا عايزة بيع ب12 ولكن انا قررت ان انا حبيع نص الكمية بتاعتي اللي هي 500 سهم على 11 الوقت بتاع التنفيذ بتاع التريدة دي كان الساعة واحدة و30 دقيقة و22 سنة اوكي عندنا هنا سعر الخلق سعر حقيقي تم عليه التنفيذ تم عليه التنفيذ البيع والمشتري اتفقوا الساعة واحدة ونص و22 سنة ان السعر بتاع السهم بتاعنا الافتراضي ده او الانسترومنت الافتراضية اللي هي هو 11 فمعنى كده ان احنا دلوقتي عندنا معلومة معلومة ان كل المتعاملين في السوق مشترين بيعين قرروا ان القيمة العدلة في هذا الوقت اللي هو واحدة ونص و22 دقيقة لهذه السلعة او لهذا السهم او لهذه العملة هو 11 دولار فاي وقت من الوقات احنا عندنا الاف او ملايين من المشترين والبائعين في العالم كله وعندنا الاف من الاسباب والمعلومات وراء كل قرار شراء وكل قرار بيع ولكن لما التريده بتحصل او لما البائع والمشتري بينفزه فعلا وبيشتره او بيبيعه على سعر معين فهذه اللحظة هذا السعر بيعكس او بيريفلكت كل المعلومات كل الاسباب كل التوقعات احنا ما بيهمناش ابدا خالص الاسباب التوقعات المعلومات ولكن بيهمنا ان احنا بنقول ان 11 دولار الساعة واحدة ونص و22 ثانية هي القيمة العادلة او الريل فاليو للسهم فهذه اللحظة فبالتالي بالنسبة لنا السعر هو the most important accurate information you can ever get او ده اهم معلومة تقدر تجيبها من السوق في الوقت ده ان الناس كلها من جميع انحاء العالم مشتريين بقيعين او undecided بكل اخبارهم بكل معلوماتهم بكل توقعاتهم اجمعوا ان السعر العادل للسلعة الافتراضية بتاعتنا xyz في هذا الوقت هو 11 دولار بشكرك شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة